من أقوى أجهزة الأندرويد لسنة 2018 هواوي ميت 20 برو وسامسونج جالكسي نوت 9 من خلال حلقة اليوم رح قدم مقارنة بين الجهازين بالبداية رح تحدث فيها عن الأرقام أوجه الاختلاف وأوجه التشابع بالأخير رح تحدث كل هاتف شو تفوق على الآخر جهاز جالكسي نوت 9 تم إصداره بشهر آب من عام 2018 أما جهاز ميت 20 برو فتم إصداره بشهر أكتوبر من العام نفسه الجهة الأمامية لكل الجهازين من الزجاج من نوع غرولا غلاس وإطار معدنية بحيط الجهازين طبعا أما الجهة الخلفية للجهازين فهي أيضا من الزجاج وزن جهاز هواوي ميت 20 برو 189 جرام أما جهاز سامسونج جالكسي نوت 9 فهي 201 جرام طول جهاز هواوي ميت 20 برو 157.8 مليمتر أما جهاز نوت 9 191.9 مليمتر بالنسبة لعرض الجهاز ميت 20 برو فهي 72.3 مليمتر أما جهاز نوت 9 فهي بعرض 76.4 مليمتر سماكة الجهازين متقاربة إلى حد كبير نوعا ما فجهاز ميت 20 برو بسماكة 8.6 مليمتر أما جهاز جالكسي نوت 9 فهو بسماكة 8.8 مليمتر هاتف جالكسي نوت 9 بيحتوي على فتحة مخصصة للألم أو الأسبن يلي تميز فيها من أول إصدار حجم شاشة ميت 20 برو 6.39 إنش أما جهاز جالكسي نوت 9 فحجم الشاشة 6.4 إنش بالنسبة لأبعاد شاشة ميت 20 برو بالبيكسل فهي 1440 بـ 3120 أما النوت 9 فهي 1440 بـ 2960 بالنسبة لعدة البيكسلات بالميت 20 برو فهي 538 بيكسل لكل إنش أما جهاز جالكسي نوت 9 فهي 516 بيكسل لكل إنش نوع الشاشة بالميت 20 برو هي أموليد أما جهاز جالكسي نوت 9 فهي سوبر أموليد بالنسبة لأستحواج الشاشة على الواجهة الأمامية فجهاز ميت 20 برو عنده نسبة 87.9% أما جهاز جالكسي نوت 9 فعنده نسبة 83.4% كل الجهازين نفس معيار مقاومة الماء والغبار السماعات بكل الجهازين هن ستيريو لكن مع الميت 20 برو السماعة داخل منفذ الشحن يلي حيكون من نوع تايب سي أما جهاز نوت 9 فهي سماعة بالأسفل وسماعة من الجهة العلوية مع سماعة الهاتف منفذ الشحن به جهاز نوت 9 هو تايب سي أيضا جهاز ميت 20 برو ما بيدعم منفذ 3.5 مليمتر يلي رح تحتاج إلى محول لتشغيل سماعة تحتوي على طرف 3.5 مليمتر أما جهاز نوت 9 فهو بيحتوي أو بيدعم منفذ السماعة يلي من نوع 3.5 مليمتر معالج هواوي ميت 20 برو هو الكارن 980 بسرعة تردد 2.6 جيجاهرتز ومصنوع بتقنية 7 نانومتر أما معالج نوت 9 فهو نوعين بحسب المنطقة الجغرافية فأما سناب دراجون 245 أو إكسينوس 9810 بسرعة تردد 2.8 جيجاهرتز وتم تصميمه بتقنية 10 نانومتر الجي بيو أو معالج رسوميات بجهاز ميت 20 برو هو مالي جي 76 أما جهاز غالكسي نوت 9 فالجي بيو الخاص فيه هو أدرينو 630 كل الجهازين تم إصدارهم بسعار تخزين وأحجام رام مختلفة فجهاز ميت 20 برو بينقسم إلى قسمين سعة تخزين 128 جيجا بايت مع حجم رام 6 جيجا بايت أو نسخة 256 جيجا بايت مع حجم رام 8 جيجا بايت أما جهاز نوت 9 فهو قسمين أيضا فأما 128 جيجا بايت بجانب 6 جيجا بايت لحجم رام أو 512 جيجابايت ساعة تخزين مع حجم ذاكرة 8 جيجابايت نظام تشغيل Mate 20 Pro هو أندرويد 9 أما جهاز Galaxy Note 9 فنظام التشغيل الحالي هو أندرويد 8 الكاميرات الخلفية لجهاز Mate 20 Pro هي 3 كاميرات بدقات مختلفة 40, 20, 8 ميجابيكسل أما الكاميرا الخلفية لجهاز Galaxy Note 9 هي سنائية بدقة 12 ميجابيكسل الكاميرا الأمامية بجهاز Mate 20 Pro هي بدقة 24 ميجابيكسل أما بجهاز Galaxy Note 9 فهي بدقة 8 ميجابيكسل لكن بفتعة عدسة 1.8 كل الجهازين رح يدعموا شريحتين اتصال أيضا كل الجهازين بتميزوا بوسائل حماية متعددة Mate 20 Pro مكان مستشعر البصمة من الجهة الأمامية مباشرة على الشاشة أيضا فيه إمكانية للتعرف على الوجه أما جهاز Note 9 مكان مستشعر البصمة بالجهة الخلفية مع إمكانية التعرف على الوجه زائد قصحية العين بنفس الوقت كل الجهازين أيضا بيدعموا الشحن السريع فبطارية Mate 20 Pro بساعة 4200 ميلي أمبير وبيدعم الجهاز الشحن اللاسلكي والشحن العكسي أما جهاز Galaxy Note 9 فساعة البطارية 4000 ميلي أمبير وبتدعم الشحن اللاسلكي أيضا حاليا تعرفنا على كافة التفاصيل والمواصفات بكل الجهازين خلينا ننتقل إلى النقاط التشابه بين الجهازين بالبداية متانة للجهازين وجود التصنيع واضحة من لما أنت بتستخدم أي منهم أداء ممتازة تشغيل الألعاب والتطبيقات مع عدم وجود أي حرارة غير اعتادية صوت ستيريو بكل الجهازين دعم لبطاقات الزاكرة الخارجية طرق لحماية ملفاتك من خلال وجود ملف خاص الشحن اللاسلكي والسريع وأحدى السيقانيات الاتصال حاليا رح نتوجه إلى نقاط يلي تفوق كل جهاز على الآخر فيها فجهاز Mate 20 Pro تفوق على Note 9 بالنقاط التالية حجم أصغر نوعا ما خليه يكون أفضل بالاستخدام بيد وحدة مكان مستشعر البصمة بمكان سهل للمستخدم أكتر من الجهة الخلفية نسبة الشاشة للواجهة الأمامية أكبر بيحتوي جهاز Mate 20 Pro على تقنية ال-IR كاميرا سلاسية بزاوية عريضة ودقة العدسة الرئيسية أكبر مع قدرة التقريب بشكل أفضل من Note 9 وعزل أكبر وأفضل وألوان تعتبر حادة أكتر نوعا ما والبطارية أكبر وعمرة أطول أيضا بتميز Mate 20 Pro بالشحن اللاسلكي العكسي عملية الشحن بال Mate 20 Pro هي أسرع إضافة خيارات التنقل بواسط حركات الإيماء تحويل الهاتف إلى جهاز مكتبة من خلال الاتصال اللاسلكي أما جهاز Galaxy Note 9 فبيتفوق على جهاز Mate 20 Pro بنقاط مهمة وهي ميزة وجود ألم الأسبن بتجعل من النوت 9 الملك بهذه الخاصية إضافة إلى وجود خيارات مخصصة للألم تتوفر على الشاشة الجانبية مع خاصية البلوتوس الموجودة أيضا بالأسبن اللي بتميز فيها وأمكانيات متعددة من خلال هذه الخاصية شاشة من دون نوتش يعني عرض أكبر للمحتوى بطبيعة الحال مستشعر لنبضات القلب مازال النوت 9 بيتوفر على منفذ 3.5 مليمتر يعني بتقدر تشحن هاتفك وتشبك السماعات فتحة العدسة الخلفية الرئيسية عمليا أكبر ومتغيرة الكاميرا الأمامية وفتحة العدسة الخاصة بالنوت 9 أفضل من ناحية التصوير من الميت 20 الكاميرا الخلفية بتتميز بقدرات تصوير الفور كي والفل أتش دي بعدد فريمات أعلى جهاز نوت 9 بيقبل كرت تخزين خارجي حتى 1 تيرابايت هذه كانت أهم نقاط التشبه والاختلاف بين الجهازين جواب أي جهاز أفضل هو عندك كمشاهد من خلال صندوق التعليقات أنا قدمت لك تقريبا كل شي عن الجهازين وبانتظار أراءكم أي جهاز أفضل كان معكم محمد وبشوفكم بحلقات جديدة